طيب länger load protocol انا دلوقتيث عندي هذا الاسيطة يحتاج سوء تفهمهم بعضهم ويق snaps that and curriculum يحتاج لناها مستوى عالم يستطيع الانتقال التنفيذ أو كل يعمل مشغول ب станов 각�� Cop naj 함 فمشني قد يتفهمهم بعضا عن طريق النار طيب البروتوكولز دي لو جينا مثلا هنتكلم بقى على التي سي بي اي بي اللي احنا شغالين عليه دلوقتي تمام ففي الابليكيشن لير هنا كده هيبدأ يتحدد شوية حاجات في الابليكيشن والبروتوكولز والكلام ده كله منهم شوية بروتوكولز هنقولها ومنهم حاجة برضو اسمها بورت نمبر طيب البروتوكول هو ده كده يعني الابليكيشن يعني ايه مثلا ناخد مثلا عشان يباين برضو معين انا دلوقتي عايز ادخل على الويب سايد ده فادخل على الويب سايد ده يعني بافتح براوزر واعمل براوزنج عليه تمام فبستخدم هنا بروتوكول اسمه اتش تي تي بي ده اسم البروتوكول طيب البروتوكول ده اي اوبراتنج سيستم بيبقى فيه زي ويندو صغيرة كده 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 ويندو او بيتقال عليها بورت او فتحات الفتحات دي هي اللي بتخرج البروتوكول من المكان ده يعني دلوقتي عايز ادخل على ويب سايد فالسورس ده بيروح يكتب الاي بي بتاعي اياه مثلا فيروح رايح عنده الاي بي بتاعه بعد كده يقول له انا عايز افتح الويب سايد فويب سايد يبقى براوزنج يبقى هستخدم بروتوكول اتش تي تي بي طيب هعدي من ان يفتح في الوبروتنج سيستم ده بالفتحة رقم 80 تمام فده كده الفرق بين البروتوكول طيب الاول لو هنيجي نتكلم عن البورت في جوه عدد البورت هي اتنين قس ستاشر بورت تمام اللي هي خمسة وستين الف خمسمية ستة وتلاتين بورت تمام كده يعني برضو هنفتح الالة الحزبة كده نتأكد ادي اتنين نخلي بس كده على ساينتافيك ادي اتنين قس ستاشر بخمسة وستين الف خمسمية ستة وتلاتين بورت دي عدد البورتات اللي موجودة عندي في الوبروتنج سيستم طيب البروتات دي اللي هي من صفر من بورت رقم صفر الى خمسة وستين الف خمسمية ستة او خمسمية خمسة وتلاتين تمام كده طيب ده كده عدد البورتات اللي عندي طيب هم متقسمين ازاي بقى اللي حاجتين تمام حاجة اسمها والنون والنون بورتس تمام او حاجات معروفة وحاجة تانية اسمها يوزر نفاند تمام طيب الوين نون دي الحاجات الابليكيشنز المعروفة يعني مثلا زي ما احنا كنا بنقول دلوقتي اتش تي تي بي ده بروتوكول معروف عالمي يشتغل على كل البروزنج فاتش تي تي بي فلازم يبقى ليه بورت نمبر معروف ومحدد ما ينفعش اي يوزر يستخدمه فدي كده الحاجات الوين نون الوين نون دي كانت من بورت سفر من اول سفر الى الف تلاتة وعشرين واليوزر ديفاين ده الباقي اللي هو من الف اربعة وعشرين لحد خمسة وستين الف خمسمية خمسة وثلاثين تمام طيب دول كده الحاجات الوين نون بتاعت البروتوكولز المعروفة زي هناخد ليهم امثلة كتير اتش تي تي بي اس ثمانين اتش تي تي بي اس اربعة اربعة ثلاثة وهجازة هاي كتير اوه هناخدها دلوقتي ودول اللي هو بتاعت اليوزر طب ايه بتاعت اليوزر دي احنا هنا دلوقتي لو سورس بيبعت لديستي نيشن السورس هنا ليه اي بي والديستي نيشن ليها اي بي طب انا هروح على بورت تمانين لو انا عايز اعمل براوزنج انا بقى هنا هخرج كسورس ببورت كام هنا بقى السورس بيخرج بحاجة اي بورت من البرتات اللي فاضية دي تمام بس لقوا ان البرتات دي طبعا خلصت والبرتات دي كتير جدا على اليوزرز فجاءت منظمة الايانة وقالت احنا هنقسم الرينج بتاع اليوزر ديفاين ده لحاجتين كمان هناخد منه جزء ونسميه ريجسترد وجزء تاني ونسميه دايناميك تمام؟ طيب الجزء هنا اللي اسمه ريجسترد وورت وده هيبقى من الف اربعة وعشرين لحد اربعة تسعة واحد خمسة واحد وده هيبقى ريجسترد تبع الايانة فانت اي مطور او اي ديفلبر بيعمل ابلكيشن وعايز يشغله على بورت معين المفروض بيدخل على aiana.org ويعمل او يشتري البورت ده او يعمل ريجستر للبورت ده عشان يتحجز ومفيش حد تاني ياخده وخلوا بقية البورت اللي هيبقى من اربعة تسعة واحد خمسة اثنين لحد الاخر اللي هو خمسة وستين الف خمسمية خمسة وثلاثين وده الرينج اللي يقدر السورس يخرج بيه من اي بورت من الديناميك ده يعني ده كده قبل ما نكتب البورتات دي خلينا كده نسميه دايناميك تمام كده يبقى البورتات هما خمسة وستين الف خمسمية ستة وثلاثين بورت لحد تلاتة الف تلاتة وعشرين ده ولنون محبوزين اصلا وكان فيه حاجة اسمها يوزر ديفايند ودي كانت من الف اربعة وعشرين لحد خمسة وستين الف خمسمية خمسة وثلاثين وبعد كده قسموهم لجزئين ريجسترد انت ينفع تعمل لها ريجسترد عن طريق ايانة والديناميك اللي يخرج من اي واحد من البورتات دي اشتركوا في القناة